بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فقد تابعنا جميعا من تشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التنمر والسخرية من مصاب فيروس كورونا المستجد وضحاياه وهو أمر خطير بل مرفوض شكلا وموضوعا فهذا الوباء قد ابتل الله به البشرية في مشارك الأرض ومغاربها وهذا ما يفرض علينا جميعا أن نتكاتف لمواجهته حتى يتم القضاء عليه بإذن الله تعالى وعليه فلا يصح ولا يجوز أبدا لا شرعا ولا مروءة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده بل الواجب هو أن يدعو الإنسان لأخيه الإنسان وأن يتضامن معه وأن لا يسخر منه بكلمة أو نظرة أو فعل أو قول يؤذي المصاب أو يؤذي أهله ولقد أحزنني كثيرا كما أحزن جموع المصريين أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بهذا الوباء أو دفنهم في مقابرهم وهو أمر محرم شرعا ومجرم أخلاقا وإنسانية وكان على هؤلاء المسيئين أن يعلموا بل يتعلموا أن للموت مهابة وجلالا وله عظة عملية بالغة يجب أن يستحضرها كل إنسان حين يطرق سمعه حديث عن الموت أو كلما رأى جنازة بيت وأن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب واقفا حين تمر به جنازة احتراما للميت وإجلالا لأول منزل من منازل الآخرة كما يجب أن يعلم هؤلاء أنهم صائرون لا محالة إلى نفس المصير وعلى المسلمين أن يتذكروا أن شريعة الإسلام تطالبهم بالإسراع في تجهيز الميت والتعجيل بدفنه وأن من إكرام الميت دفنه والدعاء له والترحم عليه مع الالتزام الصارم بما تصدره الهيئات الصحية والجهات المختصة بشأن من يتوفون في ظروف استثنائية مثل ظروف الوباء الذي يضرب البلاد والعباد في هذه الأيام إن التجمهر في وجه جنازة الميت ورفض دفنه في مقبرة بلده ومسقط رأسه هو انتهاك صريح وغير آدمي لحرمات الموتى التي تعارف عليها كل الناس شرقا وغربا مؤمنين وغير مؤمنين وأن من أسوأ الأخلاق وأحطها منزلة استغلال الموت وجثث الموتى للمتاجرة بها في سوق المصالح الهابطة التي يلعن الله المتاجرين فيها وتلعنهم الملائكة ويلعنهم كل مؤمن يخلص دينه لله تعالى ولا يرهن ضميره وعقله للعابثين بالأديان والأوطان وإنني إذ أتحدث إليكم في هذه الأوقات الصعبة من تاريخ الإنسانية فلثقتي في وعي الشعب المصري وحكمته وحرصه على التوحد والتكاتف والوقوف صفا واحدا لعبور هذه الأزمة بإذنه تعالى في سلام وأمان وأقول للجميع إن المصابين بهذا الوباء والمتضررين بسببه هم جزء منا وعلينا دعمهم ومعاونتهم ولكل متوفا في هذه الأيام ولأهله علينا واجب تقديم كل الحقوق الشرعية والاجتماعية فالمصريون كلهم نسيج واحد وينتمونا إلى تراب واحد نسأل الله تعالى العفو والعافية واللطف فيما جرت به المقادير آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الأزهر أحمد الطيب